عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية ضمن قمة المناخ بالمنطقة الخضراء تطرقت الجلسة إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها إلقاء الضوء على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في تعطيل العملية التعليمية وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بعض البلدان وخالصت الجلسة إلى ضرورة تقديم الدعم الكافي لكل الدول التي بدأت في إدخال التربية البيئية والمناخية في مناهجها الدراسية ترجمة نانسي قنقر